على التورى عظيم قامت بدور يعني دور لابد أن نشكره ومن لا يشكر يكون أقل من الكلب مالا يفي مالا يفي لما ناس لديهم معروف يكونوا أقل يكونوا أقل مرتبة من الكلب سمعتوا دي بلد عمر المختار يا جماعة اللي طلعت المجاهد العظيم عمر المختار للأسف ده يبقى النهاردة المفتي اللي بيقولك اللي بيمسه العلماء ليبيا النهاردة يقولك اللي انتقد قطري بيقلم الكلب يعني عمالة واضحة وبيشتغل ضد بلده لصالح قطر وده مش لفظة عالم عالم ما يقولش كده العالم ما يقولش كده انت مكش عقب علماء خالص خالص لكن ملت هؤلاء المتطرفين الإرهابين واحدة يا جماعة زي ما حصل في دارنا وقتلوا المواطنين المصريين المسيحيين والمسلمين بدم بلد ومثلوا بجساسهم ده حاصل النهاردة في سوريا وحاصل في العراق وحاصل في كل حتة وحاصل في غزة على ايد حماس الإرهابية الجديد بقى واللي ده اللي كان عايز فاكرين ايام مرسي كنا بنقول الكلام ده كنا بنقول الكلام ده ودي الخطط اللي اتصربت خلال الايام اللي فاتت خطة ما بعد رجوع مرسي هيعملوا ايه في مسيحين مصر هينتقمونهم ازاي وقالك اول خط نرفق نعمل علوم الجزية ده اللي داعش اعلنته بالامس داعش وداعش يعني الدولة الاسلامية في العراق والشام قالت لمسيحيين في منطقة الرقة في سوريا اما الجزية او اعتناق الاسلام كده كده وش اهو قالك في بيان نشر على الانترنت انه سيمنح سكان المسيحين الحماية اذا وفقوا على على هذه الشروط يقول مرسلون ان التنظيم يسعى لتطبيق تفسير متشدد للاحكام الشريعة في المناطق التي يسيطر عليها الرقة التي سيطر عليها التنظيم العام الماضي او المدينة تقع بالكامل في قبضة مسلح المعارضة لهم الجيش الحر الذين يقتلون نظام بشار الاسد التنظيم طلع بيان مبارح قال على كل مسيحي من اثرياء الرقة بدفع جزية تساوى 14 جراما من الزهب الخالص وان يدفع كل مسيحي ينتمي الى الطبقة المتوسطة نصف دلك القيمة اما المسيح الفقير فهو مطالب بان يدفع ربع هذه الجزية مقابل الحماية واكد تنظيم داعش انه لن يسمح للمسيحيين بترميم الكنائس او دق اجراسها او الصلاة خارجها او اظهار الصليب شفته عاملين ده اللي كانوا عايزين يعملوه في مصر وده اللي حاصل في ليبيا في اقليم دارنا وفي سوريا في اقليم الرقة وفي العراق في اقليم الرمادي يعني اذا الارهابيين القعدة والاخوان مسيطرين على ثلاث مناطق في ليبيا وفي سوريا وفي العراق وبيتطبقوا ده في الرمادي غيروا البطاءات والهويات ومنع خروج النساء وغيروا الارقام العربيات كنا بنقول زمان نكتة ملكي قريش دلوقتي بقت ملكي داعش واقع واقع حوالينا واقع كان الاخوان عايزين يعملوه ودلوقتي بيفردوك جزية اللي هي كان لها شروط قاسية ايام الغزوات الاسلامية في صدر الاسلام كل الفتاوى بتقولك بيش حد اسمها جزية دلوقتي خالص ده كانت فيها اهداف وظرفية تاريخية مختلفة فالرقة دي بيعيش فيها 300 ألف شخص منهم حوالي واحد في المية مسيحيين وبيطبق عليهم هذا الكلام اهو ممنوع دق الجنائس ما حصليت شئر العهد العمرية شوفوا عمر الخطابة ده الأماني ازاي المسيحيين في بيت المقدس دول ما لهمش علاقة بالإسلام نهار ده كنيسة الاسكندرية بتطالب بتقديم الجناع في مسبحة ليبيا للمحاكمة انا بقول لكل ضمير الإنساني لكل تجار حول إنسان الاخ جمال عيد اللي قاعد ليلو نهار يشتن في مؤسسات الجيش والإعلام بغل وحقب اللي بيشتغل لصالح ده كاكين برا اللي متجوز واحدة بتشتغل في حول إنسان برا وليها علاقات بالصهاينة وإسرائيل ليه ما تكلمتش عن دول ليه قاعد شغال فيسبوك وتويتر بتشوه مصر وصورة مصر وتبعت لنا في رسائل برا ومقالات للصحف الأجنبية ما تكلمتش عن المسيحين المصريين اللي قتلوا لي من الأرهابيين ولا أنت عشان بتدفع عن الإرهابيين ولا أنت عشان فاتح خط مع الإرهابيين الأخ عمر حمزاو ما تكلمش عنهم ليه الأخ فهمه وإيه دي ما تكلمش عنهم ليه نحنيح النخبة ما تكلموش ليه النحنيح اللي بيه النهار ده قاعديني الترياءو على الجيش المصري ويقول لك الكفتة والبتاع وإحنا هنعمل لكم فقرة إن شاء الله عن الكفتة عشان تتمزجوا يعني اختراع مصري عظيم بقالوا أكثر من عشرين سنة ده الجيش اللي انتو مسمينه عسكر بدأ انتو عملتوا إيه اللي بتشتموا وبتنتقدوا النهار ده عملتوا إيه ولا حاجة انتو بتهدوا مش بتبنوا ناس بقالها سنين بتعمل أبحاث وبتقلم ده دلوقت فانتو تهدوا تشويهوا إنما تلعن الظلام ولا تشعل شمعة هم دول دائما يعني المحبطين المهزومين اللي عايزيننا نقعد نبكي ليه ونهاره ما نشتغلش ولو مصر بكرة بقالها إن شاء الله أقوى صوت في المنطقة دول هيبقوا في بسرعة هينط عشان يحصد الثمار إنما دلوقتي يتقول ما انت بتحاول تخرج من عصرتك بيهدوك ويحبطوك ويشدوك لورا فأنا عايز أسمع صوت الإخوة بتوحوا الإنسان عن حدثة السبعة اللي قتلوا وزبحوا ومصّلوا بجساسهم من هؤلاء الإرهابيين نفس حد من النحنيح يقول لي هو قال إيه ولا حد من اللي عيط على التوع سانت كاترين يقول لنا إيه ما قالش حاجة ما قالوش حاجة قادي تشيع الجسامين على الهوى حاجة تخلع القلب بالأمس بالأمس حاجة تخلع القلب تخلع القلب نشاطاء ما بيتكلموش عن أي حاجة لها علاقة بحول الإنسان المصري لها علاقة بحول إرهابي ما تكلموش عن بتوع الشرقية السبعة اللي ماتوا ورا بعض ما بيتكلموش عن عن اللي بيسقط كل يوم من زباط الجيش أو الشرطة في الشرقية وفي غيرها وفي سينة ما بيتكلموش إنما يتكلموا يقول لك الإخوان والمصالحة والانقلاب والعسكر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة